هو ابني جاي من فكرة نسبة ثم اتأقن احنا كنا في فترة من الفترات بننطلق من اليقين الى العيش مع الحياة ممكن ساعتها نشك في حاجة لا هو بيبتدي بالعكس هو ده النموذج الاخر هو ده انظر برادايم ده البرادايم الاخر النموذج المعرف الاخر اللي تربى على الجيل ده فهو بيبتدي ببساطة خالص مش هقول من الشك هيبتدي من طلب الاثبات احنا ببتدي من ايه من ان احنا عارفين ونزشك دايما دايما الاباء والاموذج يقولوا ايه احنا عارفين هو بيقولك انا ببحث انا بتعرف يبقى شايف المسافة ما بين احنا عارفين وانا بتعرف ففرح لتو التعرف هو مش محتاج ان حد يوقفه او حد يقوله انت ايه العبس اللي انت بتعمله دوت او ايه اللي غلط اللي انت بتعمله دي اول حاجة تاني حاجة هو بيبتدي تقول الوقت ان انت ما تتطالي MIDI مني ان انا ابتدي بالثقة الثقة بتبنى يبقى الثقة عنده لا توهب الثقة مش فكرة الثقة بتبنى شيئا فشيئا وعشان كده هو حتى مع الابوه وامه هو عايز الثقة تتبني معهم كمان هو مع ربنا حتى حتى في علاقته بربنا الجيل ده الجيل ده مختلف بايه اللي بيحصل هو جيل عنده افكار متعددة فهو دايما عنده فكرة الرد على الشبهات رد على ده ورد على ده ورد على ده ودخل كمان عليه السوشيال ميديا ودخل عليه كمان البح اللي يتعلق بشبكة المعلومات يبقى هو بيقولك ايه ابتدي معايا الاول تعالنا رد على رد على الشبهات وبعد ما ترد على الشبهات انا بترد على الشبه اتنين تلاتة هتلاقييني انا فهمت وزداد يقين كل ده لانهما ابناء جيل ومفردات مختلفة بيعيشوها غير مفردات اللي احنا عشناها احنا عشنا واحنا عندنا كتير من الاشياء بيحكمها اشياء مطلقة عادات تقاليد قيم هم بيعيشوا في بيئة مختلفة بتحكمها النسبية بيحكمها الاختلاف بيحكمها في كتير من الاحيان العشوائية والفوضى هم في الحقيقة نبت لبيئة معينة نبت لأفكار معينة فلما يختلفوا الحقيقة ما نقدرش نلمهم لكن نقدر نساعدهم ونعيش معهم ونشوف عن ساعدهم ازاي ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة